برضو المقدمة بتاعتك بس لازم تبدأ بس هتبدأ مقدمتك لا لا زي ما هنلا يبدأ شغاله على اللايبات أولاية هيكمل هو؟ اوه ومكملين زي ما انت مما حضرتك وانا بتتكلم عن هل القرار طبعا خمشان كهو كان سخن فعايز تتكلمني هل القرار أثر على حضرتك من حيث الماديات أو كده ولا شاك والله انا اخر حاجة كنت بقولها لك وحا في الجاردن برا قلتلك اجابتي على السؤال ده هتكلمها بمنظورين المنظور الاول ان انا هرد بلسان سيد العرائي والمنظور الاهم ان انا هرد بلسان زميل المدرسين عموما على مستوى جمهورية مصر العربية المنظور الاول اجابتي كسيد العرائي اه طبعا القرار يأصر هنتحك على بعض هيأصر ازاي على سبيل المثال انا كان معايا مثلا عدد ما من اللي شغالين معايا اكيد العدد ده هيتم تقليصه الى الربع فانت كده سببت بطالة طب تعالى بقى نتكلم بلسان المدرسين ايوه اصرت على المدرسين مديا ومعليش انت لما تلغي على سبيل المثال مش هتكلم على المواد بتاعتي عشان محدش يقول ان انا بدافع عن تخصصي لما تلغي اللغة التانية ممكن والستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم يقول لي إلغاء اللغة التانية ايه مصير مدرس هيشتغلوا في المدرسة تحت اي مسمى مدرسين ولا اداريين ولا ايه بالزبط يعني انا عاوز اجابة من استاذ محمد عبداللطيف على هذا الموضوع تانية حاجة هيأثر على المدرسين في ايه المدرسين اللي تلغيت موادهم مش هم من الدروس كل مدرس كان معاه ما لا يقل عن خمسة او ستة تحته شغالين وفي معلومة بس عاوز اوصلها للناس يا جماعة الموضوع بتاع التدريس ده على سبيل المثال المدارس انتو بتبصوا المدارس تعال بصوا من جانب تاني السناتر انتو متقلقوا ان السناتر ده مدرس فلان وعلان وترتان لا السناتر انت بتتكلم في منظومة من البشر لا تقل عن خمسة مليون واحد انت تسببت في بطالة اتنين مليون على الاقل من الخمسة مليون متقلق كده انا حاولت يعني لم اصب الهدف النهائي ولكن المثال يعني اصبت معظم الاجابات يعني طب قرار الوزير هل هضيفي عملات تعلمية ولا هقال المهم الحس يعني تقليل مواد اللي هي مفهود مواد مفهود طبعا بتفيد للتقلاب سواء المجدين الجديد سواء لو النفس عارفين انه كانوا على التنشئة والتربية والأسرة والكلام ده بص انا لو عدت طبعا ادافع ان اكبر غلطة الغاء الفلسفة وعلم النفس اكيد المشاهدين هيقعد يقولك ايه اه بدافع على مجدته عشان مصلحته الشخصية فانت هنا بقى اسمح لي ان انا انتقل من المجيب كسيدة لرأي ان انا اجاوب بلسان مواطن مصري انا مواطن مصري لي حقوقي الدستورية وبتكلم بحرية في دولة دموقراطية واقول اللي انا عاوزه ما لم ما لم اضر الاخرين حقوقي الدستورية في رأيي الشخصي ان القرار اللي اخذوا استاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرار جريء ولكنه قرار غير مدروس هعيد الجملة تاني قرار جريء جدا ولكنه قرار غير مدروس على فكرة انا مع فكرة تقليل عدد مواد السنوية العامة اكتر من اللي هو عمله ومع فكرة العودة للامتحانات البوكلت وليس البابلشيت ولكن اللي هو الجراءة اللي هو نفذها للأسف فيها نوع من عدم الامام بجوانب الموضوع يا جماعة وزير التربية والتعليم بقاله شهر ونص هل انت في الشهر ونص ده قدرت ان انت تلم بالجوانب في استنتاجي الشخصي ان شهر سبتمبر مع بداية عودة المدارس سوف تحدث الكثير من الكوارث هذه اللي بقولها في دولة ديمقراطية بحرية تمة المدارس الحكومية غير مهيئة وغير مستعدة لاستيعاب تلت سنوي أول سنوي تانية سنوي بالكامل وخلي بالك انا بتكلم من خبرتي انا مش من الناس اللي فوق لا انا من الناس اللي من القحرطة اللي من تحت اللي مريت بجميع المواقف ففاهم كل كلمة بقولها ايه النتيجة بتاعتها طب المادة هل كانت المواد اللي كانت لهم مجموع ولا كان فيها استفادة حقيقة للطالب ونعنى عليها اللي استفادة هتقل بسبب ان هي ما بيتش اضافها المجموع فالطالب هاي اللي ما هات في اخر كم شهر او في اخر كم من اسبوع لا هي ما بقاش فيها اخر شهر واخر اسبوع لانها تلغت تماما يعني برضو يعني الاول اتشالت من ما تضافتش المجموع لا واتشالت بعد كدر يعني في البداية قالك لا تضاف للمجموع وتقريبا امبارح او اول قالك وكمان نشيلها من المواد التي لا تضاف للمجموع يعني مش موجودة بس انا برضو مش ابدأ في الاجابة على هذا السؤال ان انا هجاوب عن المواد بتاعت فلسفة وعلم نفس عشان محدش يقول مين يشهد العروسة ازاي الغي اللغة التانية اي منطق الغي الماني فرنساوي ايطالي اسباني الى اخر نخش بعد كده كلية الاداب او كلية التربية او كلية الالسن اللغات دي فين الباكجراوند الخلفية فين الارضية فين الاساسيات اللي هو طالع عليها لا اساسيات بالمقياس بقى تعال نتكلم عن المواد بتاعتي باي عقل وباي منطق ان الادب يتم إلغاء علم النفس والفلسفة الفلسفة فكر طب وعلم النفس يخليك تفهم نفسية اي انسان انت بتتعامل معاه يا جماعة احنا كلنا مرضى نفسيين فعلم النفس ده كان بيساعد ابنك وبيساعد بنتك ان هو يقدر يتغلب على مشاكله ويتعامل معاه بسببات انفعالي عشان كده هرجع اقول لا اقولك القرار اه قرار جريء ولكنه متسرع شوية طب ارسالة تحب تحب تفكيه لكل الطلاب في نحية الفيديو ولا حتى لو تم الغاء المواد بتحتي تماما حتى في اول سنة وفي تانية سنة نصيحة واحد بيحب بلده مصر اهم شخص في المجتمع معلمك بعد امك وابوك بإذن الله واحده لشريكة معلمك كاد المعلم ان يكون رسوله هعيدتان المعلم هو اهم ركيزة في المجتمع ولو عاوزين ننهض بالدولة الركيزة اللي هنبني عليها الدولة الهيكل العظمي مش اننا نغير في المناهج الاول ابني المعلم لان المعلم ده اللي هيدني لابني لحظة بس قبل مختم اللايف وانا باتكلم على المعلمين ها استاذ رسوله هو انا في الاساس مدرس ابتدائي ولا اعداد ولا سنوي مدرس سنوي بس تخيل اننا لو في اداية حاجة مين اكتر مدرس هاهتم به في المراحل دي والله العظيم لا مدرس التعليم الاساسي اهم شخص في العملية التعليمية مدرس التعليم الاساسي اللي هو الابتدائي في حزبة كده تقولك اذا اردت ان تهدم امة المدى الزمني لهدمها عشرة الى اقصى حاجة خمستاشر سنة ليه اللي هي مرحلة الناشر اللي هي الابتدائي ومرحلة الاعداد نتق الله المعلم لي ما كانتو المعلم لي احترامو المعلم لي وقارو ومش اقدر اقولك حاجة يعني قدر الله ما شاء فعل انا فيما يخصني الحمد لله رب العالمين انا راضي بالمأسوم وحامد ربنا على كل اللي فيه ومن خلال الجريدة بقول لكل المشاهدين يعلم الله ما في الصدور اللي كان جوايا وهنا بعمل الفيديو بتاع المنجة ليس استعراض وليس تعالي ولا عياذ بالله بين هل انا بتكلم بتعالي ولا مش بتعالي انا بتكلم بفضل الله بثقة في الله واحد ولا شريكة لا ثم ثم عندي ثبات انفعالي ومتالي هذا الشيء لا يضريني يعني ان انا بتكلم بثقة يعني كل واحد حر في الشخصية بتاعته طبعا كنت نورنا على المصر اليوم بشكرك جدا وسأصحاب العراقي عايز تقول اي حاجة خيرة او اي حاجة تختم بها ربنا سأسأل اخي بس هل بيضع في عائل الناس على السوشال ميديا السلبية هل تأثر في حاجة في انا يعني او ولا حركة كم لا هقول الله حركة هو ربنا خلق لنا كم ودن ليه عشان اخد من واحدة افوت من التاني عادي جدا يا جماعة اللي عاوز يديني طاقة سلبية ادي بالعكس انا من النوع لما انت بتديني طاقة سلبية بيتحمسني اكتر انا من النوع على فكرة في علم النفس شخصية عنيدة يعني مش عنيدة يعني ولا ازوب لان انا بعمل مشاكل امال اي عنيدة يعني مش من نوع ان انت هتدايقني هتفتكر ان انا حط ايدي على خدي واحد اقول ليه كده لا 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 احنا صعيدة في الاساس من محافظة انا يعني الله يعزك يعني الحمد لله رب العالمين احنا راضيين بالمقسوم بالقليل قبل الكثير وحمد لله ربنا على النعمة اللي احنا فيها حتى لقيت من ضمن الكومنتات واحد ابن حلال كان كاتب لي بيقول لي ايه استاذ سيدنا بحبك جدا ومتابعك باستمرار بس فيه جملة انت قلتها في الفيديو انا بعترض عليها دينيا ايه بقى الجملة دي بيقول لي انت بتقول ان ربنا ادينا اكتر من حقنا سبحانه سبحانه وتعالى انا اكتر من حقنا عناية اللي انا شايفك بيها دي ما هي دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى لان فيه اللي ما بيشوفش ان الانسان 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 بطبيعته هو ظالم لنفسه دي طبيعة البشر عشان نتكلم بواقعية واجمل نعمة ينعمها الله على الانسان نعمة الحمد والشكر الحمد لله والشكر الله ومعليش خلينا نتكلم بواقعية اكتر يا اخي مهما عيشنا فترة زمانية وهنمشي على فكرة كل واحد مننا بيطعب وبيشقى وهو عارف ان هو مش هاخد معاه حاجة هو الدنيا على اساس يقول لك ايه ولادي وطبعا حتى لو مسايب حاجة حتى لو ايه هو لو مات الرزاق ما بيموتش الرازق هو الله بس احنا بناخذ بالاسباب احنا بشر يا جماعة احنا مش ملايك انا بشر وانت بشر وكلنا بنشتغل عشان ولادنا والحياة بتمشي ويا ريت دايما قبل ما نستعجل في ظلم الناس نحاول نفهم جوانب الموضوع وولي الامر اللي مسك المدرسين في خلال الكامي يوم اللي فاتوا هجوم هجوم على فكرة انت نفسك كولي الامر اللي كنت بتتحايل عليه قبل القرار ده ولو القرار حصل فيه تراجع انت اللي هترجع تتحايل عليه يعني يا ريت برضو ايه تفهمها وبردو افهمها المدرس ما هداش يقوله قولي انت انا خريج كولية اداب وعملت دبلوم التربوي واحد خريج كولية تربية هشتغل ايه ما دي مهنتي ما انا لو كنت طبيب كنت هشتغل طبيب ولو كنت خريج حقوق كنت هشتغل محام كل واحد بيشتغل بمهنته يا جماعة ونرجع برضو اللي احنا قلناه في بداية اللايف هي العملية دايرة كلنا بنكمل بعض انا محتاجك وانت محتاجني والصيدالي محتاجني والسباك محتاجني والنجار محتاجني الانسان كائن اجتماعي ما يقدرش يعيش لوحده مشكرك جدا نورتنا ومشكرك كلهم تابعين موقع جدا انا محضرتكم سمع علي ومنورنا من خلال لايف استاذ العراقي مشكرك جدا على التوضيح وشكرا لك انا محضرتك مشكرا جزيلا برسا